هل هناك استثناء في موضوع الغيبة؟ يعني هل هناك غيبة محمودة؟ احنا بنقول ان الغيبة بشكل عام مذمومة وهي من الكبائر التي يرتكبها المسلم إذا أقدم عليها ولذلك احنا بنقول أمراض علاجها الإسلام هو مرض ويعالجه الإسلام وإحنا تكلمنا لكن الغيبة هل هي محمودة؟ محبوبة في بعض الأحيان؟ في بعض الأحيان الغيبة محمودة بل مأمور أنك تبين لبعض الشخص لو جاء في بعض الأمور كما قال بعض أهل العلم في الشعر قال والقضح ليس بغيبة في ستة والقضح ليس بغيبة في ستة أول هو متظلم ومعرف ومحذر ومظهر فسق ومستفت ومن طلب الإعانة على إعانة منكر أول حاجة من الظلم واحد يتظلم من إنسان فذهب للقاضي لأشكره؟ بس هنا في شرط ما يكسرش على مظلمته نحن نهاردة بعض القانون الصغرية ما يزودش يعني؟ لا بعمل نهاردة انتركب في الباطل عشان أخذ الحق إلا ما رحمه رب طبعه وبعمل نهاردة على مثلا عشر تلاف لا أنا حط مئة ألف عشان أخذ في الأكل عشر تلاف تبديل؟ وإذا طبعا يقرر مكتب هو على أسمه الأضير في عشان تلاف ده وصل عليه بقى عليه مئة ألف جنو والورق ما تطوب وكل حاجة عن المسألة في الوصل الإيمانة والحياة كلها ده هذا لا يبقى الأمر الثاني عندك ده المتظلم الأمر الثاني معارف يبقى الغيبة محمودة في وقت في الحالة إنسان واقع عليه الظلم فيذهب إلى قاضي أو من هو بيده يذهب إليه الأمر الثاني اللي هو معرف أنا جالي النهاردة واحد عايز أعرفه لا هو دي حاجة فيه ولجب هو مش معروفة إلا بها بس أنا هنا بقى بعكس الأول ألقم بنتقس منه دينيوتهم ينتقس منه لا هنا أنا بعرفه أقول مثلا الأعمش الأعوار ده حاجة فيه بس أنا مش أصدق قل منه مطلقا لا أنا ببين به موصف صفتي بص هو معروف به أقول مثلا دكتور محمد سيجينة ده إعلام فقرات الراح ده أنا قلت حاجة بعرفه للناس يعني ده مأسوس انتقاسه مطلقا الأمر الثالث محذر واحد مثلا صاحب بدعة لازم أحذر الناس منه لأنه قائم عليها ومسلا كلمنا بيننا وبينه ماهوش حذر يرتجع ده خلص أصبح صاحب ومحذر من البدعة محذر من البدعة واحد من الملتاكب بدعة واحد يشارب خامري مثلا ده يجوز إن أنا أحذر منه أحذر الناس منه آه تمام جاي لواحد تاني بقى مستفتن اللي أقول لك المستشار مؤتمن واحد جاي ياخد مسهد منتك وجاي سألني وأنا عرف عنه بعض العيوب هنا يجب علي أن أبايل له كل شيء يعني عشان جاي ياخد منه جاي تقدم له في صفة معينة أنا واجب علينا بيينها له من باب التبيين فقط مش بباب انتقاس منه الأمر الثاني من طلب الإعنة على إزالة منكر يعني واحد عايز ينزل منكر ولازم يروح ينصح دوت بحاجة عشان يسيل المنكر منه ده لازم أبيين له مش أي مشاكل وطبعا الغيبة يعني دراها الكبير إنها سبب من أسباب عذاب القبر نعم النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر كان معها بو هرينة والصحابة الحديث في الصحيحيني كان إيه إنهم لا يعزبانوا وعزبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستنزه وفر يستاتره من بوله والثاني كان يمشي بالغيبة بين الناس كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم نعم نعم هو يعلم أن هذه الغيبة إما أن تأخذ من حسناته للغيرين أو يأخذ من سئتهم الحسنة البصرة على رحمة الله وبركة ورحمة الله وبركة بها كان علم أن بعض الناس يعتبون فيأب طبعك من الرطب وأهده إليه فقالوا أنت يعني رأس بتبتابك وأنت راح تدينه فكهة قالوا عني ده أكثر من ذلك لأعطيته الرجل أهدى إليه حسناته نعم فجاءت إليه فأنا أعطيره دهب طبع من الرطب ليس ليس يسوي شيء أبال حسناته الأختام نعم وقال لك من له يعني مع الرسالة وعذرني قال إن لم أكافئك على التمام يعني ده الحاجة اللي أقدر أعجب لك بها لو فيه حاجة أكثر كنت تجبتين لك نعم